غرفة العمل النمساوية بتقول أرخص المواد الغذائية ارتفعت أسعارها في نسبة 43% منذ عام 2021 وده بتنطبق على يمكن المواد الغذائية الأساسية زي البيض البطاطس البصل حاجات اللي هي في متناول الجميع الزيادات بقت أحيانا 100% وأحيانا بتزيد ل150% كمان تخيل يعني تخيل يعني بصراحة كل شعارات انخفاض وتراجع التضخم أنه رجع إلى 3.4 وأربعة فاصلة ما بعرف قديش ولكن بصراحة المواد الغذائية أسعارها يعني تضاعفت على الأقل وهذه الأرقام لا أعتقد أنها دقيقة بصراحة حتى هي غرفة العمل قامت بها ولكن الواقع أكثر من ذلك انزل على السوق انت حتى بدأت تروح على محلات المفرأ ليست المحلات المعروفة البيلة والشبار وما إلى ذلك لا أروح على المحلات العادية الأسعار تضاعفت يا سيد الكريم وهذه المحلات ليس عليها لا رقيب ولا حسيب ولا أحد يستطيع محاسبتها بالغلاء وبالأسعار بالجانب طبعا اختفاء المتاجر اللي كانت صغيرة اللي هي كانت بتبيع كل حاجة فيها دي تقريبا تلاشت تماما زمان كافي في النمسا كنت تتلاقي في الشارع مثلا محل بآلة في كل المواد حاليا دلوقتي دي تلاشت تماما يعني حتى دي مش قدرة تقاوم المتاجر الكبيرة فسيدي بصراحة موضوع أنه هنا يقاس الفقر يعني بقلك البطاطا ارتفعت بـ 30% الحبوب الزيوت 30% أيضا فيه أمور تدفعت بنسبة أكبر 103% كما البطاطا عفوا 103% يعني ضعفة أضعاف الأسعار المواد التنظيف 50% ارتفعت فبالتالي بصراحة وين دور الحكومة النمساوية هون هون التخفيض وتراجع التضخم الحقيقي لازم يكون ملموس الغلاء طبعا يجب أن يكون هناك الغلاء اللي حصل نسبة وتناسب بين زيادة الأسعار الغلاء اللي حصل طبعا يضف على ذلك ارتفاع الأجور ارتفاع الأجور إذن غلاء العمالة وبالتالي بدك تزيد انتزار المنتج يعني بصراحة هذه الثلاث سنوات الأخيرة يعني من فترة الحرب الأوكرانية الروسية بصراحة شيء فضيء يعني عملت على تدمير الاقتصاد الأوروبي بشكل كتير كبير وتدمير المواطن وتخفيف السيولة بأيديهم نعم 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 فموضوع يحتاج إلى يعني إلى إعادة النظر على مستوى الدولة فيه